جرثومة فيه لها حلول بسيطة جدا من البيت من البيت اول شي احنا قلنا بدنا نهدي الجرثومة هادي الاتش بالوري اه انهديها وما نعصبهاش الجانب النفسي بأثر اخدوا بالكوا دائما النفسي اول عضو يتأثر بالنفسية السيئة هي المعدة يعني ممكن يكون اكل تمام مية المية صحي بس نفسيتي رقم اتنين انا بدي انظم اكلي بدي ابعد عن الاكلات مثلا اللي بتحرق الاكلات الحامضة الكتير الاكلات اللي فيها ابهارات كتير لا عشان ايش اريح المعدة رقم وابعد عن المشروبات الغازية وابعد عن التدخين هادي كلها ما هي سموم تدخل جسمي رقم تلاتة انه في وصفات طبيعية على سبيل المثال البطاطا ما في بيت فيش في بطاطا بجيب بطاطا حبة بطاطا او حبتين بروح طبعا نيات بخسلهم والتي تكون بطاطا بلدية مش البطاطا اللي اللي بنجيبها اه صغيرة وبعد يوم بتلاقيها نفشة هيك طلعت من الكيس لا البطاطا تكون ايش البطاطا البلدية جيب البطاطا البلدية بنخسلها زي ما هي بنضربها على الخلاط وبعد ايك بنصفيها بشاشة يعني على مقدار فينجان صغير باشربها على الريق هذا رقم واحد رقم اتنين عرق السوس عرق السوس ممتاز جدا جدا لالام وتقرحات واجدوه ثومت المعدة بجيب شاشة بفرد عليها شوية عرق السوس وبجيب شوية كربون هيك برش شوية كربون هي نصف معلقة صغيرة وبعدين برش مية على العرق السوس يعني هيك بحيس انه انا اخليه رطب وبسيبه ست ساعات اه وبعد هيك بجيب الشاشة وبكون محضر طنجرة يعني طنجرة فيها مية حلوة وبصير انزل الشاشة واعصر اعصر عشان تطلع الخلاصة طبعة عرق السوس لاجيته اه طعمه يعني اه يعني الطعم اه مكثف يعني مش بس تصيغه بخفف منه مية بس وباشرب كل جبل كل وجبة كاسة من مشروب عرق السوس تمام ولا بده سكر ولا ايش لانه حلو الناس اللي ما حضغطوا الناس اللي عندها احتباس في السوائل والناس اللي اه المعها سكر ممكن نجلل من شرب عرق السوس بدلا ما اشرب تلاتة اشرب كاسة في اليوم طيب رقم تلاتة في عنا اش اسمه الكركم اللي هو الكركم بجيبه ادان بكسره وبغليه وباشربه تمام برضه كتير كويس للمعدة اه خل التفاح الطبيعي وحطه تحت كلمة طبيعي ميت خط خل التفاح الطبيعي ممتاز جدا لألام المعدة ولا قرحة المعدة ولا ايضا اه جرثومة المعدة وكثير من الناس يعني مبرقوش الا بتناول الخل مكسورا بالماء او على صحن الصلطة تمام طيب فجرثومة المعدة وبدكوا تعرفوا انه الادوية الكيميائية مش راح تحل مشكلة جرثومة المعدة لانه جرثومة المعدة الضلة موجودة لكن دوري الحل تبع جرثومة العام المعدة هو حل غذائي هو تنظيم الاكل والنفسية ترجمة نانسي قنقر